ولمزيد من التوضيحات يحضر معنا في بلاتو الظهيرة أحمد حسني عن قسم النشرة الجوية بالقناة أهلا بك أحمد أهلا رحمة إذن تقصنحار هل يجب أن نعتاد على هذه الأجواء في القادمة من السنوات؟ موجات الحرارة رحمة ستصبح خلال السنوات القادمة أمرا مألوفا سبق وانحدرت المنظمة العالمي الأرصاد وعلماء المناخ من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة بالدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وخير الشاهد على تنبؤاتهم وما نعيش هذه الأيام من حرارة تتجاوز المعادلات الموسمية وعلى سبيل المثال بعد المناطق الساحلية زوال اليوم تتجاوز بها درجات الحرارة الأربعين درجة والحديث هنا عن طنجة وأسفي ديور تقب أن يشير المحرار إلى ثلاث واربعين درجة الحرارة رحمة كانت سببا في تشكل كتل ضبابية كثيفة ليلة أمس وفي الساعة الأولى من صباح اليوم والتي من المتوقع أن تتواصل أيضا ليلة يومه الأحد وكذلك خلال الساعات الأولى من صباح يوم غدا الاثنين والضباب الذي يحدث خلال فصل الصيف يدعى الضباب الإشاعي ففي ليالي الصيف غير الماطرة تفقد اليابسة بعد البخار الهواء المحيط بها ومن ثم يتكاتف ويصبح ضبابا مدينة الأرصاد تتوقع أن خفاضا في درجات الحرارة يوم الثلاثة بمجمل أرجاء المملكة بالستناء مناطق سوس والجنوب الشرقي السايس والداخل الغرب هذه المناطق سيبقى تقص حارا بها طيلة الأسبوع القادم رحمة أحمد نتمنى أن تعمل الدول على كبح احترار الأرض شكرا لك على كل هذه المعطيات وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله شكرا للمشاهدة